بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله جميعا أيها المشاهدون والمشاهدات ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما نقول ونسمع نحن اليوم إن شاء الله وإياكم نتحدث عن الركن الخامس من أركان الإسلام عن هذه الشعيرة وهذه الفريضة التي أوجبها الله جل وعلا وجعلها فرضا وكتبها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا قيل يا رسول الله أفي كل عام قال لا ولو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم هذه الشعيرة العظيمة هذا الحج الذي قام به أنبياء الله من قبل ما من نبي إلا وقد حج بيت الله جل وعلا وقد أتى هذا الحج وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من أنبياء الله قد أتوا هذا البيت ملبين وكانوا حجاجا في مجيئهم إلى بيت الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وعلا آله وصحبه وسلم حج بعد بعثته حجة واحدة عليه الصلاة والسلام ممتثلا أمر الله جل وعلا في ذلك في قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين قائم على أركان وأن الحج ركن من أركانه العظام فقال عليه الصلاة والسلام وأن الحج ركن من أركان الإسلام العظام إذ قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام هذا الحج حجه عليه الصلاة والسلام هذا النسك فعله النبي صلى الله عليه وعلا آله وصحبه وسلم وحج معه أصحابه رضوان الله عليهم فإنه صلى الله عليه وسلم لما فرض الحج وعمر به على أشر الأقوال في العام التاسع من هجرته صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكين الصديق وبعث علي رضي الله عنه وأرضاهما لينادوا في الناس أن لا يحج بعد هذا العام مشركون ولا يطوف بالبيت عريان ولا مشرك فكان هذا النداء منه صلى الله عليه وسلم هذا الإيذان للناس كافة أن هذا البيت أولى الناس به هم أهل الإيمان هم المؤمنون فجاء الناس من كل حدب وصوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحج معه قوم كثر كانوا فوق مئة ألف مع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرجوا أن ينظر كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان الحج بهذه المنزلة لما كان الحج ركنا من أركان الإسلام كان فريرة والحج فيه مشقة ظاهرة كان لوجوبه شروط أعدها العلماء رحمهم الله هذا الحج لا يجب على كل مسلم إنما يجب على المسلم إذا اجتمعت فيه شروط الوجوب وأول شرط لوجوب الحج أن يكون المرء مسلما فإن لم يكن المرء مؤمنا فإنه لا يقبل منه عمل من الأعمال ولو كان هذا العمل من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال عليه الصلاة والسلام إنك تاتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فيعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة هكذا فإن من لم يكن مؤمنا موحدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن الحج لا يجب عليه ولا يقبل منه لو أتى به ولا يجب الحج إلا على من كان عاقلا فإن العقل شرط في التكليف فمن كان مجنونا فإن القلم رفع عنه وكذلك الصغير الذي لم يبلغ فقد قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يعقل وعن الصغير حتى يكبر وعن نائم حتى يستيقظ فمن كان صغيرا فإن الحج لا يجب عليه لكنه لو حج فإن حجه يكون من العمل الصالح الذي يؤجر عليه ويؤجر وليه فقد رفعت امرأته للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجرا إن حج الصبي يكون في ميزان حسنات الوالد والابن أجرا أيضا في هذا الحج لكن هذا الحج لا يكون مسقطا لفريضة الله تعالى عليه إذن يشترط للحج الإسلام يشترط لوجوبه البلوغ يشترط لوجوبه العقل والشرط الرابع أن يكون المرء حرا فمن كان عبدا مملوكا فإنه لا مال له ولا قدرة له على القيام بهذا الحج ولذلك لا يجب الحج إلا على من كان حرا من المسلمين وشرط الخامس الاستطاعة كما قال عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الاستطاعة أيها المسلمون هي شرط لوجوب كل عمل من أعمال الإسلام فلا تجب طاعة إلا على من كان مستطيعا لكن الحج على وجه الخصوص فيه مشقة وفيه عناء وفيه جهاد لا قتال فيه كما قال صلى الله عليه وسلم لذلك جعل من شروطه الاستطاعة ونص على ذلك والعلماء رحمهم الله قد بيّنوا المراد بالاستطاعة فالمراد بالاستطاعة أن يكون المرء مقتدرا ماليا وبدنيا فالقدرة المالية يُعنى بها أن لديه مالا يستطيع بهذا المال أن يصل وأن يفيد إلى بيت الله جل وعلا وأيضا أن يكون هذا المال فائضا عن حاجته وعن حاجة من يقوت من أهله ومن ولده وأن يترك لهم بعد ذلك ما يكفيهم في غيابه ولو كان إذا عاد من حجه لا يجدون شيئا فإنه لا يجب عليه أن يحج بهذا المال وأن يتركهم فقراء بعد ذلك لكن غالب الناس اليوم ربما إذا رجعوا من حجهم فإن لهم مرتبات تنضي ولهم أموال تدر عليهم فيكفي أن يكون قد ترك لهم ما يكفيهم في أثناء حجه إذن القدرة الأولى هي القدرة المالية بأن يكون لديه فائض عن حاجته وعن حاجة من يمون وهذا الفائض لا يمكن أن يكون لدى المرء إلا إذا كان هذا المرء سليما من الواجبات التي عليه فالواجبات نفقة زوجة أو نفقة ولد أو دين وهذه الديون التي لله جل وعلا كالكفارات أو هي ديون لعباد الله جل وعلا فإن المرأة لا يجب عليه الحج إذا كان عليه شيء من الدين فإن أول ما يجب أن يقضى هو الحقوق التي للناس ولذلك من كان عليه دين فإن الحج لا يجب عليه إلا إذا كان المال الذي لديه يقضي هذا الدين ويكون منه فائض يستطيع به أن يصل إلى الحج ونستطيع اليوم أن نقول بأن الحج لا يجب إلا على من وجد قدرة على ما يعطيه ونستطيع أن نقول اليوم بأن الحج لا يجب إلا على من وجد قدرة مالية يلتحق بها بحملة من حملات الحج أو بمطوف يستطيع أن يأتي معه إلى حج بيت الله جل وعلا فإن من لم يجد مطوفا أو حملة لا يمكنه أن يحج فإذا كانت الحملة بخمسة آلاف فمعيار الوجوب المالي وجود هذه الخمسة الفائضة عن حاجة المرء وعن حاجة أهله والقدرة البدنية أن يكون قادرا على الركوب على الراحلة من طائرة إن كان يحتاج إلى طائرة أو سيارة إن كان من يرد على سيارة أو على قدمي إن كان قريبا يستطيع المشي على قدمي والمرأة تزيد شرطا سادسا نختم بها أيها الأخوة هذه الشروط وهو وجود المحرم فإن الحج لا يجب على المرأة إلا إذا وجدت محرما قال يا رسول الله إن امرأة انطلقت حاجة وإني تتبت في غزوتي كذا وكذا فقال صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك فدل على أن المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة فإن لم تكن المرأة واجدة لمحرم أو لم تجد مالا يكفي لها ولمحرمها فإن الحج لا يجب عليها والمحرم شرط للسفر فإن كانت المرأة تسكن في مكة أو كانت قريبة من مكة لا تحتاج إلى محرم لسفرها فإن الحج يجب عليها إن كانت تجد رفقة مأمونة كما هو الحال اليوم من غير محرم أما إن كانت المرأة تحتاج إلى سفر فإن الحج لا يجب عليها إلا إن كان لديها محرم والأصل أن نفقة المحرم تكون واجبة على المرأة وينبغي للمحرم إن وسع الله عليه أن يكرم قريبته أخته أو أمه أو عمته أو خالته أو زوجه التي تكون تحته نسأل الله أن يتقبل من الحجيج حجهم ومن المسلمين طاعتهم أنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك عن نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة